ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر هكيك إنه كل إحنا تكرم السكين ومنانيين لازم إحنا نتفاعل مع جميع جوالالله بس بالبداية بجد نقوم في شعف نقول ذا ويؤمن إنه هو قادر على التغيير أنا من أبتر من 25 سنة قول أن الطبقة السياسية التي أخرت لبنان إلى الظلمة قبل اليوم من عشرين سنة عندما لا يمكنها أن تعد لبنان إلى الحياة أكيد أننا لنغير الطبقة السياسية بس ما هذا الحل؟ الحل أنه فيه ثقافي سياسي بعقل سياسي لورداني مريد بنظرته إلى السلطة وبنظرته لعلاقة المواطن والدولة وبنظرته إلى موضوع محاسبة الحاكم إذا نحن ما هي رياضنا الثقافي السياسي في العقل السياسي والبناني حتى لو رياضنا نحن على الطبقة السياسية سترجع للثقافي تفرض طبقة سياسية أسواقاً لعلايا من اليوم لذلك بدنانا نتمرت على الواقع ونتمرت على الثقافي السياسي التي تمتلك العقل السياسي اللبناني اللبناني بيأمن إنه الشاطئ بشطاق بتكذب ملكة الرجال اللي بيفوت على الحقومة بيكون معتر إذا ما عرف سرع الدولة السلطة هي جاء ما أنا مسؤولية لذلك وصل لبنان إلى المورة صلى الله عليه واللبناني مجحياته حاكم الحاكم واللبناني طبعاً مكبل بسلاسل من طائفهين مكبل بسلاسل الزعيم مبدأ الزعيم وطبع هذه القوة بتحب من قدرة اللبناني وإنها الزعيم اللي ما بيحيش إلا على أشلاء الدولة وما في الزعيم اللي يريد قيام الدولة كله كسبنا له الزعيم ما بيعاد في الزعيم اللي ما نستطيع في دولة ولا رجل دين اللي ما في رجال دين المنصصة أكثر بتدير من صفقتنا الحياة من قيام الدولة لذلك مطالب بقصر دين على الدولة ونطالب بقصر دين على الدين لأنه نحنا بالنهاية هالتعايش اللي عشنا في بلودان وكل كده نريد الإنسهار المسيحي الإسلامي هالكتير بيس يفكروا كله لازم اكنا نحمل كارتون نسيحي ونطالب ولكارتون النسيحي ما بكنا لشتابره بعهده لأنه يصير بلده ويورطه ويحطمه عظمت لبنان من معانقة المسيحية بالإسلام عظمت لبنان أنه هو رمز التعددية القضارية في الشرق عظمت لبنان أنه لبنان البلد الوحيد في الشرق من الدولة ما إلى دين إسرائيل أن تدين الدولة اليهودية وكل ملد عربي للبنان تدين الدولة الإسلام الدولة الوحيدة المعزلية هو ربنان لذلك أصبتين عن الدولة ممكن في لبنان أكثر من أي بلد آخر هلأ في ناس تقولون أن لبنان دول مدنية؟ هلأ بصدق أبعد ما يكون عن الحقيقة من الوعدة الطائفية والطائفين إلى دولة البيض إلى دولة العمان ودولة الواطن يجب أن ننتقل إلى الدولة المدنية إلى دولة المواطن برأيي ما في دولة بالشرق وقد يكون بالعالم وهي ما تساعدني أقول إنه إحنا ملا فاكستان ولا فالسطين ولا العند إحنا دولة إحنا وطن إحنا وطن عنا كل المقومات للأرض أن الإنسان أهم من أنه في عنا أرز أن الإنسان الربناني والإنسان الربناني والخطار اللي ما أحداً متعرض بالذل اللي حتى تعرض له أي مواطن في العالم ما في دولة بالعالم جاء الدولة سرقت وصدق أثناء مثل ما حصلت أثناء ما في دولة بالعالم وصل المواطن لدرجة أنه ما عنده دولة يروح عن فرمشين ما في دولة يعني ما في ذل أكبر من الذل اللي نحنا وصنانهم استعنا عنها الإنسان العظيم المطين أنها الطبيعة الرائعة أنا قد ترى عشرين ديئة كنباني عسرتين تكون عنها عظمة الطبيعة في لبنان شاء مميل وشاء قائم نحنا ممكن يصدق أنه بشيء على لبنان اللي مثل جنة جماله وهو البرع اللي هو فيه وبالنسبة للطبيعة في نقطة ولبنانيين ما بيعقوا أنه بالمستقبل المياه بدأ تكون أهم من الماء الماء البلد الوحيد في الشارك للماء تنبع منهم وتصوب فيه كل من الحلم فيها عن الماء فقط السلطة بنعت عن الماء اللبنانيين بس نحن الحلم فيه سكر ماي للبناني قد تعلمون وقد لا تعلمون أنه تركيا خلص دائم فيها تسكر الله عن سوريا والعراق خلص دائم لأنه عندها القدرة إسرائيل دايما تريد أنها تكون على علاقة مميزة مع تركيا لأنه تعرف قوة تركيا لأن تركيا إذا ما نفع حوار مع مع السورية وثلين والسورية والعراق سكره الماء بيركعه نحن حرم سكرنا الماء إسرائيل ما عنده الماء العالم العربي ما عنده الماء نحن عنا ماء أكثر كثير من ما احتاج نحن فينا نصدر ماء إلى العالم العرب والأباة العالم ولكن الأباسة في الماء طبعنا فتروح خذر إلى هذا الرحل لبنان عنده الإنسان عنده الطبيعة عنده الانتشار اللبناني ما بيدوني بالعالم عنده الانتشار اللي عنده جائلة إسرائيل والفرق بين الانتشار اللبناني والانتشار الإسرائيلي إنه الانتشار الإسرائيلي موحد لو أدافه الانتشار اللبناني بقى المشارطة بس الانتشار اللبناني في قصة منه مبير داعم الوطن بس منه لاعم الدول وما حد ما لازم يدعم الدول أنا لو هكي شي فوركلوري فيه الرصوص بأعطيهم السلطة عن يسرقوه ويسرقو كل شخص ويذلوه ما فيه ما بيقدر شخص إنه فيه وأنا بعرف معظمهم ما فيني شخص إنه فيه مسؤول دخل ع السلطة وكان أمه همه لبناني كل واحد أمه ما صلحته الشخصي إنه الانتشار وكان لبناني مش فط سيكون مسؤوليات ويجون الصيف العظمي والصد بالهندس بالعلم بالأداة أينما اتجاهت بالعالم تلاقيه كي ناس مهمين كتير من أصل لبناني وكل ما فيه انتشار دولي الشعب بحب وطنه بحب لبناني كنا معاملين بهاللبنان 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 العgal بهاللبنان 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 وعنده اسم imaginer وعندل بهاللبنان 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 لهاللبنان hadblind بهاللبنان إذا عمل بالتلاب بالتحيال والم будут والجم mesmo والحضراء تو speculate على الساحل اللبنان والتريف شو يعمل لها؟ بل التريف بالطبيعة عندها أكبر مقومات سياحي في العالم تطلع عشرين متر إلسان أكوان مين بنو جي على لبنان؟ ولبنان قلوبة محرم ليش لبنان صار هاي؟ نحن مش غيرنا جال فلسطيني للينا ندعم فيه ونسيروا تقابلوا يخروا بلادنا محرم فلسطيني مش ما جدنا السوري استروينا السوري تيتسلطوا على السوفة وجونا يفتل جابوا الإيراني تيتسلطوا على السوفة مشكلة لبنان أثنيني اليوم لأنه ما في دولة ما تسدوا أولو في دولة في رئيش مريد استقبل وولاء وواحد حقيق بس الحرار من مجهده وعندك رئيش حكومي إنه ما جعلنا كل نجاي السوري وعندك كل شيء فلتلوري ما أروا أي فعالي والدبلوليسية اللبنانية مش زيرو أقل من زيرو لأنه هي دبلوليسية تابعة لفلسفة الحرسة الطولة يراني نحن ما نعمل التطيير ما في دولة حاجة تساعدك أبل أن ما تحترمك ولوما نقول لك شخص من هو جماعة التنقض والصير والاقتصاد وكل شيء بيننا نحن نعمل اتفاق مع البنك النقض الدولي أنا أعرف ناس يكيري كورا نقول لهم دولي ما حدا من العالم يحترق وخومي ساعة أبوية الناس الاحترام للبناني ما بيشيكوا اتفاق واحد الاحترام من أن البنان منو كيف نحسن البنان يلتزموا بأصلاح أي أصلاح صدنا أربع قرص ستين يحكونوا بأصلاح وجي ماكرون وبهدالهم وأنا بطفاق وبعدين نغير رأيه جاي بنجيب مأطي ووزير رئيس مجلس المزرعة ما حدا يغير اللبنان لا للبنانيين بدنا نوقف عاجرنا بنروه من كل شيء ونقاوم نقاوم من الفساد ونقاوم من العينا بش في نقطة أساسية نمبر ون من المشكلة الأساسية بش في نقطة الاقتصاص هو من تداحيات الفساد السياسي أول مشكلة الإقماع هو الفساد السياسي كيف منقبل بش في نقطة أوروبا مرشعية يقول طهران وكيف منقبل بواحد بجميع الرئيس جمهوريين اللي بيطلع على التنفسي وقول مرشعية السورية كيف هالعسل اللبناني بيقصد بهات ناس هدا إذا واحد بفرنسا بأوروبا وطمان يقول مرجعية يخبرون وما بيصر للماتل بعد التنفسيون في اللبناني على الحرب نحنا بيفتخروا بلد مرجعيتهم من خارج لذلك جبنا الفلسطيني من قبل الفلسطيني جاء نصري عبد الماطر وبعدين جان فلسطيني وياسر عرفان حكم لبنان نبدو للك السياسيين الظاهب لأن معظمهم كانوا على البيرو طبعا ياسر عرفان طبعا أنا حكم 30 رسال لولا مني معيش بأنا شوف كيف اللبناني وقت البصاية السورية كيف يبقاه أمامهم في ذردهم وجولهم ونحكم بالوطنية وأن سوريا مرشعيتهم بعد مراحة أخذتها جاء بشار وقفة الهيمنة السورية على لبنان وبعدين جاء هلاء أصبروا بس في فرق كبير بالسورية والأصبروا السوري ما منه منظم ما عنده رؤية وحدة ما عنده مصاري وما عنده جيش أمامهم بس خصف الله عنده رؤية وحدة ورادوني غليل تعرف بالضبط ماذا تريد أنت مصاري كتير ألا بس جاي على الهيام بدأت وصلت في الهيام ويقول ما عنده تقدر تدعى حزب الله كما عنده تدعون وكمان المقابل عندنا ناس مع حزب الله وعنده جايش وعنده عسكر وعنده مال والسيادين على الجهة تانية مشرطة ما في رؤية موحدة ما في وحدي للمواقف لذلك أنا أقول دايماً كما أقول للثورة اللي أنا أعتبر أنه أنا واحد من العسكر طبعنا همشي بالثورة ويكون عندنا قيادة ونتوحد إذا ما عندنا قيادة ما فينا نوصل لأعجاب شخصه دايش الناس بدأت تغييره أنه برغم انتشار هنا الثورة ويجب أن نعطر بهذا الوقت أقدرنا وصلنا 13 رايب إلى البرمات يمكن إحنا لو موحدين كتحقيات واحدين ومنظمين ونوصلنا 70 على البرمات وبعد لليوم بالرغم وكل شيء فيه أصوات كافية نقدر ننتخب رئيس لنستخطاق الرئاسة اللي منو تحت عباءة خزب الله قائد يعني منو تحت رئيس خيالي ولا ملاك ولا واحد ما ننكره في فمراءة كل ما نريد يجي رئيس منو تحت عباءة في فمراءة قائد وقائد منو تحت من قبل ما جاء مش العام قائد منو تحت قائد مكتب رئيس قائد من من تغي الى قوم السياسية معين البردان ما انو يطع رأي جمهورية قراروا بيعوا واطحاب ومألاد وبنات واخوتهم وهو قائد يقدر يشبع الببنانيين وعنده رؤية كيف يوقف لبنان وهو موجودة لبنان كما أنه أنا أطرح لكم هذا الموضوع مؤمن جدا 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 أنه أنا أبن بكل قوة بفصل الدين عن الدول إلا أنه موقع رئاسة الجمهورية في لبنان يجب أن يبقى موقعاً نسيحياً ولكن ليس بالضروحة مارونية أنا لا أطرح للموضوع كلّا لأنه يفكر أنه لأني أردت تفسي أريد أن أعرفه جمهوري بس أنا أقوله من اقتناعي أنه إحنا بلنا نطلع من هالشهر المارونية إلى النسيحية ونطلع لما نقوم بالدولة من عد النبي أنا كما قلت على التلفزيون مع الولي قلت أنا أحلاً في يدعي أنه مسيحي أكثر من أحد لبطرة ولا أي شخص لي ولا أي شخص ممكن أن نكون مسيحي أكثر منه ولكن أنا لما نكون بالشكل العام أنا لست مسيحية أصفت لبنانية طبعاً أنا نشير الدين عن موضوع السياسي العامة في الولي شكراً لكم شكراً لكم